اشتركوا في القناة هي الموضوعات التي تم التطرق اليها خلال هذا الاجتماع في البداية اشكركم على الاستضافة وتأكيدا لتوجيهات جارات الملك المعظم بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية يشارك وفد من ملكة البحرين في الاجتماع التنفيذي لجمعية البرلمانية الاسيوية في مدينة انطاليا بالجمهورية التركية وعليه تم ناقشة العديد من البنود والمشاريع في الاجتماع اهمها تم ناقشة قرار دعم جميع البرلمانات الاسيوية للشعب الفلسطيني وذلك من خلال تأكيد موقف الثابت لمملكة البحرين في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته كذلك تم مناقشة اتخاذ موقف موحد وتفعيل كافة الإمكانيات والأدوات المتاحة من أجل إحداث تقط على المجتمع الدولي من أجل حماية المدنيين كذلك تم مناقشة تعيين رئيس الجمعية الاسيوية للعامين القادمين وكذلك تم استعراض قرارات اللجان اللجنة الاجتماعية واللجنة السياسية واللجنة المالية كذلك تم اعتماد الموازنة للعامين القادمين ومن خلال هذا الاجتماع تم التحضير وانهاء جميع المواد للتحضير الاجتماع القادم إن شاء الله لرح يكون في مدينة باكو نعم إذن من مدينة أنطاليا تركيا سعادة السيد أحمد السلم وعضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر